البريد النمساوي يوسع خدمة توصيل الطرود إلى داخل المنزل لتشمل جميع أنحاء البلاد وكانت هناك بعض الشكاوى كانت أن فيه ناس كتير بتبقى طلبة حاجات والطرود ما توصلهاش أصلا يعني لأنه كان بيقوم بـ يعني هو بيسيبك قدام الباب ويمش أبو حط له ورقة صفرة وقال له يلا لا يمكن الورقة الصفرة بتروح تخدها من البصة أحيانا فيه شركات بتجيب الطرد قدام البيت ويسيبه ويمشي فأنت ممكن بتحصل حمليات سرقة لأنك فيه لو حد عد أبلك بيأخذ الطرد بتاعك طبعا بس اللي بيطرب لهيك حالي صراحة هي شركة الشحن هي مسؤولة عن أنه تتأكد أنه لازم شركة الشحن لازم يكون فيه إمضاء أنه تم استلام الشحنة الفلانية طبعا أنا برأيي هذه صراحة الخدمة التي أطلقتها البوست أسترح أعتقد هي خدمة متطورة جدا وهي صراحة فكرة قديمة يعني في عديد من الدول استخدمتها وليست جديدة ولكن جيد أنها وصلت إلى النمسا فبالتالي هي خدمة زكية خدمة جيدة بتوفر على كتير من الناس أوقات طبعا هذه الخدمة أعتقد يعني لن تطبق بسهولة على الجميع لأنه يوجد أستاذ ممضوع على سبيل المثال عند الباب يوجد قفل الكتروني ما يستطيع ساعي البريد من خلال هاتفه من خلال أي مش هاتفه فهذا جهاز الخاص يستطيع أن يفتح هذا القفل ويضع البريد أو الطرد داخل المنزل ثم يقفل المنزل وأنا بدوري أنا كمستهلك رجعت على بيتي فهذا قفل الكتروني يعمل بطريقة السمارت هوم المنزل الذكي المنزل الذكي فبالتالي فبالتالي هذا الشيء شو كوي صبعا خدمة كويسة خدمة متطورة وآمنة باعتبار أن البريد النمساوي قال أن العمال مدربين ومهيئين للتعامل مع هذا الموضوع وهذا الشيء أستاذ نمضوحه تقريبا مطبق بمكتب الفقرات يعني إحنا صراحة لما بنكون خارج المكتب وبيجينا بريد إحنا عاملين هالميزة هاي ولكن بطريقة أخرى بتصل علينا لساعة البريد بقولنا فيه الكون بريد فمنقول لهم هفتح لك الباب هفتح له الباب أنا بفوت بحط البريد بداخله بشاهده بخلال الكاميرات الموجودة بإنفو جرات برجع بيسكر الباب وبقفل المكان وفعليا إحنا هاي مطبقة عنا تقريبا من سنتين يعني فهي خدمة ممتازة طيب ممكن كده الناس هتجلنا بقى ونعمل إحنا عملية الشغل الالتروني في المركز السيطر نحن عاملين طبعا من خلال قطاع خاص ونحن بشكل خاص نعم